أكدت أشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية أن المدينة تنظم حفل الختام لأنشطتها كل عام احتفاء بخريجيها الذين اجتازوا مراحلهم التعليمية بنجاح وتأكيدا على دعم ومساندة مواهب وقدرات طلابها ذوي الإعاقة وإبداعاتهم الفنية وتسليط الضوء عليها وتوعية أبناء المجتمع بها وعبرت أشيخة جميلة بنت محمد القاسمي عن الفخر والاعتزاز بتخريج كوكبة جديدة من طلاب المدينة ضمت 15 طالبان من طلاب مدرسة للصم تمني لهم الاستمرارية والنجاح في تحصيلهم العلمي والدراسي